السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابة الأبحاث وتنظمها بفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لما شفت هذه الأداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ما صدقتش نفسي وخاصة أن هناك خطة مجانية تعالوا أفرقكم في هذا الفيديو عن هذه الأداء اللي اسمها Avid Note ده اسم الأداء Avid Note.com وهي أداء خصيصا بصراحة للباحثين هي تحديدا لأي ريسيرشر حد بيعمل ماجستير بيعمل دكتوراه بيشتغل في مجال البحث العلمي هذه الأداء هي الأداء المثالية له فلو أنت بتسمعني صدفة أو قدرا وانت لست بباحث وتعرف حد باحث تعرف حد بيعمل ماجستير أو دكتوراه دل له على هذا الفيديو هي أداء للباحثين كتابة وتنظيم الأبحاث بسهولة استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة البانات وقراءتها وتحليلها ودائما مجانا ودي جامعات بتوصي باستخدام هذه الأداء زي كينت ستيت يونيفورسيتي زي برينستون يونيفورسيتي وكورنيا أنا ابن مص أنا بدي الجاس تدوين الملاحظات اكتب بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي كمان بتكتب النوتس بتاعتك التعليق التوضيحي ووضع علامة على الأوراق وده مكان كل أبحاثك تكون موجودة فيه في مكان واحد على منصة واحدة أهي هي دي النسخة المجانية تعالوا أفرقكم على هذا الجزء باللغة الإنجليزية اهي free for individual use free وليك كل شهر عشر استخدامات ليها ليك 1 جيجا بايت ستوريج مساحة تخزينية 1 جيجا collaborate with maximum 1 user ده حتى المدفوعة هنا برضو maximum 1 user غريبة شوية خد بالك مش بعيدة قوي هنا 30 مرة في الشهر هنا عشر مرات يعني هنا مرة كل يوم هنا مرة كل 3 أيام regular support والجميل إن هي no credit card required وهذا هو الموقع بعد ما سجلت طبعا مجانا بتكون هي دي الوجهة بتاعتك هنا على الشمال بيقولك upload pdf طبعا أنا جيتك العادة على الموقع الرائع اللي اسمه for.ac.uk بتكتب هنا بتبحث عن أي بحث في أي مجال أنت عايزه أنا المرة دي دورت على هذا البحث اللي بيتكون 156 صفحة guiding language students to self sustained learning وعايزة ناقش هذا البحث طبعا هو بصيغة pdf عايزة ناقشه على الموقع بقى بتاع النهار ده avid note تيجي هنا upload pdf بترفع pdf بتاعك طبعا أنا رفعته خلاص بالفعل هو ده بتيجي هنا كلها تحت بعضيها لو عندك notes انت عايز تكتبها على أي document من بتوعك بتكتب هنا وهنا tags بالضبط زي هذه الصورة ما بتوضح لنا اهيه هنا مثلا دي الأبحاث بتاعتك النودس والتاكس زي ما تشافين على اليمين طيب أنا رفعت الملف باقي هنا اضغط هذا هو الملف موجود طبعا على اليمين وهنا على الشمال بتختار AI artificial intelligence وهذه الاشياء اللي تقدر تعملها مع هذا الملف بالذكاء الاصطناعي حاجات لو تقراها والله هتتخضر مثلا في جزء writing write abstract اكتب الintroduction اكتب literature review العالم بتوع الماجستير الدكتوري عارفوا الكلام ده المثلس سيكشن الدسكشن سيكشن ريزولتس سيكشن الكونكلوجينز وري رائد ديستيكس كل حاجة هتلاقي هنا بالتفصيل حتى لو في جزء معين مثلا انت مش فاهمه أي جزء في البحث اللي انت رفعه تعالوا نختار جزء وليكن مثلا هذا الجزء copy واجي احطه هنا paste واجي اختار هنا مثلا explain this to me واقول له search يا سرش غريبة شوية مفروض check يعني دلوقتي هيعمل ايه هيوضح لي الجزء اللي انا ظللته هنا ده هيوضحه لي بطريقة مبساطة هذا هو وده التوضيح ده الexplanation بتاعه اهو وده الجلوس اللي كمان افتهمت لأ جديدة دي حلوة كمان ممكن اعمل copy و paste والجميل بقى ان كل حاجة بتكون في هذا المكان كله تحت بعضية مش زي chat GPT كده تلاقي سرش والحاجات تحت بعضية كده مجرد يعني فقط كده ثلاث اربع كلمات من العنوان لا ده هنا جابها لك كلها على بعضها زي ما انت شايف اشياء كثيرة و كثيرة يو كان ديك ديب بقى انت تقدر بنفسك تتعمك وتطيل النظر كل حاجة موجودة هنا حاجة والله لا يصدقها عقل انا عدت اعمل شهادة في امريكا اسمها OPI حاجة تبع اكتفل تعريبا بتاخد سنة الواحد كان بيطلع عينه في حاجات معينة تخيلوا بقى لو الحاجات دي كانت موجودة كانت فرقة كتير هذه هي الاداة يا شباب ممكن تقولي انا لا ليه في بحث علمي ولا غيره اقولك بس ممكن تكون عارف حد طالب ماجستير طالب دكتورا او طالب حتى باكالوليوس او لسانس ما هو عنده برضو فكرة الابحاث ويعني انه بيعمل بريزنتيشنز و حاجات كده الطلاب طبعا بتوع الجامعة عارفين الكلام ده هيفيدك يعني هيفيدك هذا هو افد نوت ولو ما نفعكش انت شخصيا دي اللي غيرك عليه ده اللي انا حبي تقوله يا شباب في هذا الفيديو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد اللي 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 انت استغفرك واتوبوا ليك اشهد اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة